لكن خليني أسألكم عن مطش المأولين خليني أبتدي بالإيجابي لأن أنا طبعا بشوف بعين الجمهور لكن كمان وأنا بقيم لازم يبقى تقييمي موضوعي وأحط إيدي على الإيجابيات والسلبية فخليني أبدأ بالإيجابي إيه أهم مكاسب الأهلي حققها مبارح غير التلت نقاط يا أحمد في مباراة المأولين طبعا لدي أهلي حقق مكاسب كبيرة جدا وأهمها أن كل الراهن على تغييرات كبيرة جدا فيه الفريق وشوفنا تسعة لعيبة أعتقد أغلبه ما بيشاركش بشكل أساسي لكن راهن وقدر يكسب وبيأكد كده أن أي لعب لأهلي القادر نويب أساسي في أي وقت وده اللي احنا شفناه مبارح وشوفنا كريم الدبيس بيتقلق من ضمن مكاسب المباراة طبعا وأنا بشوف أن كريم الدبيس لعب ليه مستقبل كبير وجدا ومحتاج ياخد مباراة كتيرة جدا مع الوقت أعتقد أنه هو هينساجم مع الفريق ويبقى الخبرات عنده هتزيد وبشوف طبعا أن عودة عبدالقادر وعودة طهر محمد طهر طبعا وطهر بيسجل كمان دي برضو ضمن المكاسب وبشوف أن حتى مودست ممكن يكون في مباراة مباراة أفضل من مباراة قبل كده هو مودست بالنسبة لي أول مباراة يعني أول مرة أشوف مودست في الملعب يعني تحس أنه قبل كده تحس أنه بعيد تماما لكن مباراة فيه كان بيحاول صحيح مش اللي منتظر منه طبعا ما نديش الأمور أكبر من حجمها أنا عارف أن الجمهور الأهلي مستني من أي اسم في المركز ده كتير جدا سواء مودست كهرباء أو صلاح محسن أو حتى زعلوك على فكرة أنا رأي أنت على زعلوك من بداية الموسم وقلت أنه فيه مقدمات تقول أنه الولد ده ممكن جدا جدا لو خد فرصة وخد شوية خبرة يبقى مهاجم كبير جدا في النادي الأهلي مودست مباراة راح تشوفه مكسب من المكاسب مكسب طبعا مكسب مهم جدا لأن مودست بدأ يقول وكان يحاول وكان ممكن يجيب على فكرة فيه كورتين كده كان ممكن فيه كورة واحدة منهم كان على الطاير أعتقد لو كان دخل كان ممكن الكلام يتغير كله 180 درجة أنا بشوف أن مودست محتاج مباراة محتاج يجهزه هي الفكرة كلها أن الوقت داية ودايما الأهلي أو لسوق حظ مودست أو لسوق حظ كولر أن النادي الأهلي بدأ الموسم ببرات كبيرة اتحاد العاصمة وبعد كده سينبا وبعد كده ساندونس فالوقت داية أنت تجهز مودست فأعتقد مع جهازات مودست أنا بشوف أنه هو هيبقى أفضل وينساجم مع الفريق ويبقى بالنسبة لنا في كاس عنديا مكسب كبير جدا وإضافة كبيرة بمناسبة سينبا قبل ما ندخل للحلقة سينبا كان تعرض لخسارة كبيرة أمام يانجي أفريكانز اللي موجود معنا في المجموعة خسر خمسة واحد مباراة طبعا قمة في تانزانيا سينبا يتعرض لخسارة كبيرة خط ضيق كرة كدهت وده يقول إن إحنا لازم نستعد كويس جدا لدور المجموعات لأن ينجي أفريكانز واضح إنه هو